لك أنها إحدى مفردات الفوضى والدم والظلم والقهر عدن مدينة السلام الآفل تواصل الانزلاق نحو الفوضى كل يوم في ظل استمرار الانفلات الأمني وتناقض الأجهزة الأمنية مع ذاتها ومهامها والتي صارت خطراً يهدد معيشة المواطن حادثة جديدة تهز الشارع العدني وتثير سخط المواطنين الذين وجدوا أنفسهم أمام عاصفة الفوضى بلا سند المواطن رأف الدنبع أحد أبناء المعلّى قتل برصاص قوات أمنية تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب الذي يديره يسران المقتر المقرب من الإمارات ثلاث رصاصة استقرت في أنحاء متفرقة من جسده ليموت في إحدى مستشفيات المدينة متأثراً بها من هو رأف الدنبع؟ ولماذا تمت أصفيته بهذه الطريقة البشعة؟ المصادر المحلية تقول أن رأفة هو أبرز شهود الذين كشفوا حادثة اغتصاب طفل المعلّى والتي أدين فيها رجال أمن من شرطة المعلّى أحدهم مقرب من قيادة جهاز مكافحة الإرهاب كشف رأفة الجناه وكسر حاجز الخوف انتصاراً للعدالة تعرض لضغوط وتهديدات وانتهى به المطاف قتيلاً على يد قوة أمنية مفترض بها أن تحميه كشاهد على جريمة بشعة لا أن تساهم في دفن شهادة والتستر على الجناه قائد جهاز مكافحة الإرهاب بعداً يسران المقتر أكد أن القوة التي قتلت رأفة تابعة له وكانت في مهمة رسمية لإلقاء القبض عليه وبرر القتل بأنه غير متعمد بعد أن حاول الفرار نطالب فيها القهات الأمنية والمعنية وقوة التحالف بما يحصل في عدن بما يحصل من شتات وتدمير الأبناء عدن ما يحصل اليوم من رجال اليسران ويسران نفسه هذا يسمى عبث ذات بمقتل دنبع تعود إلى الواجهة قضية اغتصاب طفل المعلّة والقضايا الأخرى وتصعد مع ذلك الصخط الشعبي ضد القوات الأمنية التي تحولت إلى خسم للمواطن ومظلة تحمي المجرمين وتمسح خطاياهم أغلقت الشوارع في المعلّة وكريتر والمنصورة وخور مكسر وخرج الشباب غاضبين منددين بالحادثة وبالأحداث والجرائم التي ترتكبها الأجهزة الأمنية باستمرار متعدية حرمة المواطن ومستغلة لمهامها صمت رسمي وغضب شعبي يتنامى ضد عبث الأجهزة الأمنية المختلفة في عدن وجرائمها دعا ناشطون وحقوقيون إلى وقفة جادة ومسؤولة لمعاقبة الجناة قبل أن يتفاقم الغضب الشعبي وتتحول قضية شاهد العدالة إلى القشة التي تقسم ظهر الدولة وتخرج الأمور عن السيطرة